رامي شاب يعمل نادلاً بفندق خمس نجوم وهذا الفندق كانت معظم أرباحه من عقود القران وحفلات الزفاف التي يباح فيها الاغتلاط والرقص والموسيقى والغناء وشرب الخمر وكان رامي يربح كثيراً من عمله ولا يهتم إن كان ربحه من حلال أو حرام ومعد أن أصبح مع رامي مبلغاً كبيراً من المال تقدم لخطبة ابنة عمه والتي على خلق ودين فكان أول طلب لها من رامي بأن يبحث له عن عمل آخر فأخبرها بأن صاحب الفندق وعده بإقامة حفل زفافه بقاعته مجاناً وأنه سيترك عمله بعد الزواج مباشرةً ولكن ابنة عمه رفضت تماماً دخول الفندق وأخبرته بأنها لن تعقد قرانها به ما دام متمسكاً بهذا العمل وأن حفل زفافها سيكون إسلامية ليس فيه ما يغضب الله أخذ رامي يفكر في الأمر وفي أحد الأيام قرر صاحب الفندق أن يقيم حفلاً تكريمياً لكل زوجين أقام حفل زفافهما بالفندق واختار 16 زوجاً وزوجة مضى على زفافهما 6 أشهر وقدم لهم الدعوة وقد أقدم على هذا التكريم كي يشجع البقية لإقامة حفلات زفافهم بالفندق واستعد كل من بالفندق لاستقبال الأزواج والزوجات باحتفال مبهر وفي اليوم المحدد فوج أصاحب الفندق والعاملين به بأن 13 زوجاً وزوجة تم الطلاق بينهما قبل 6 أشهر وفي هذه اللحظة أفاق رامي وتاب إلى الله وقدم استقالته بعدما علم أن الزواج إذا بني على طاعة الله كتب الله التوفيق بين الزوجين أما إذا بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهما وعندما أخبر رامي بن تعمه عن توبته وتركه لعمله بالفندق فرحت كثيراً وعندما أخبرها بما حدث للأزواج الذين أقاموا حفلات زفافهم بالفندق ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما توادثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بين أسوار الجامعة وقبل أن تتخرج سلمة من كلية الأداب تزوجت عرفياً من صديقها الذي يسبقها في الدراسة بعام والذي لم يكن قادراً مادياً على تجهيز شقته وبعد عامين من الزواج فاجأها زوجها بخبر أسعد صدرها وقلبها لأن مشكلتهما قد حلت حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجهما احتفل الزوجان معاً في أحد الفنادق بهذه المناسبة السعيدة ولتكون هذه الليلة هي ليلة الوداع الجميلة المليئة بالحب والعاطفة سافر الزوج وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها كان الجنين يتحرك في أحشائها بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقه إلى إحدى الدول الخليجية تمر الأيام بطيئة والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها لقد اختفى تماماً حتى أهله لا يعلمون مكانه الأيام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد والفضيحة باتت مؤكدة ماذا تفعل سلمة؟ لقد أصبحت في موقف لم تفكر فيه إطلاقاً وأصبح الحل الوحيد أمامها حتى لا ينكشف أمرها هو الإجهاد لكن ليس عن طريق الطبيب أو مستشفى حتى لا تسأل عن الزوج أولي الأمر لذلك حاولت إجهاض نفسها من خلال الوصفات الشعبية فأصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وأمام والديها وإخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظة إقدامه على الزواج العرفي لقد أخفت عنهم زواجها وحملها ولكن الآن بعد موتها عرفوا أن ابنتهم قد جلبت لهم العار حتى ولو علموا أنها متزوجة عرفياً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أنت المقصود في هذه القصة وقرأها حتى تصدق ما أقول كان هناك صياد سمك جاد في عمله يصيد في اليوم سمكة فتبقى في بيته ما شاء الله أن تبقى حتى إذا انتهت ذهب إلى الشاطئ ليصطاد سمكة أخرى في ذات يوم وبينما كانت زوجة الصياد تقطع ما اصطاده زوجها إذا بها ترى أمراً عجباً رأت في بطن تلك السمكة لؤلؤة تعجبت لؤلؤة في بطن سمكة سبحان الله زوجي يا زوجي انظر ماذا وجدت ماذا؟ إنها لؤلؤة لؤلؤة؟ أخذ الصياد لؤلؤة وذهب بها إلى بائع اللؤلؤ الذي يسكن في المنزل المجاور نظر إليها جاره التاجر وقال لكنني لا أستطيع شراءها لأنها لا تقدر بثمن لكن اذهب إلى شيخ الباعة في المدينة المجاورة لعله يستطيع أن يشتريها منك أخذ صاحبنا لؤلؤته وذهب بها إلى البائع الكبير في المدينة المجاورة وعرض عليه القصة فقال له والله يا أخي إنما تملكه لا يقدر بثمن لكني وجدت لك حلا اذهب إلى والي المدينة فهو القادر على شراء مثل هذه اللؤلؤة وعند باب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعه كنزه الثمين ينتظر الإذن بالدخول وحين رآها الوالي قال إن مثل هذه اللآلئ هو ما أبحث عنه لا أعرف كيف أقدر لك ثمنها لكني سأسمح لك بدخول خزانة خاصة ستبقى فيها ست ساعات خذ منها ما تشاء وهذا هو ثمن اللؤلؤة قال الصياد سيدي لعلك تجعلها ساعتين فست ساعات كثيرة على صياد مثلي فقال الوالي لا بل ست ساعات كاملة لتأخذ من الخزانة ما تشاء دخل صاحبنا خزانة الوالي وإذا به يرى منظرا مهولا غرفة كبيرة جدا مقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم مليء بالجواهر والذهب واللآلئ وقسم به فراش وثير لو نظر إليه نظرة نام من الراحة وقسم به جميع ما يشتهي من الأكل والشرب فقال الصياد محدثا نفسه ست ساعات إنها كثيرة جدا على صياد بسيط الحال مثلي ماذا سأفعل في ست ساعات؟ حسنا سأبدأ بالطعام الموجود في القسم الثالث سأكل حتى أملأ بطني حتى أستزيد بالطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر من الذهب ذهب صاحبنا إلى القسم الثالث وقضى ساعتين من الوقت يأكل ويأكل حتى إذا انتهى ذهب إلى القسم الأول وفي طريقه رأى ذلك الفراش الوثير فحدث نفسه الآن أكلت حتى شبعت فما لي لا أستزيد بالنوم الذي يمنحني الطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر ممكن هي فرصة لن تتكرر فأي غباء يجعلني أضيعها ذهب الصياد إلى الفراش استلقى وغط في نوم عميق وبعد برهة من الزمن سامع من يقول له قم قم أيها الصياد الأحمق لقد انتهت المهلة ها؟ ماذا؟ لم أخذ شيئا؟ نعم هيا إلى الخارج أرجوكم ما أخذت الفرصة الكافية ست ساعات وأنت في هذه الخزانة والآن أفقت من غفلتك تريد الاستزادة من الجواهر؟ أما كان لك أن تشتغل بجمع كل هذه الجواهر حتى تخرج إلى الخارج فتشتري لك أفضل الطعام وأجوده وتصنع لك أروع الفرش وأنعمها لكنك أحمق غافل لا تفكر إلا في المحيط الذي أنت فيه خذوه إلى الخارج لا لا أرجوكم أرجوكم انتهت القصة لكن العبرة لم تنتهي بعد أرأيتم تلك اللؤلؤة؟ هي روحك إنها كنز لا يقدر بثمن لكنك لا تعرف قدر ذلك الكنز أرأيت تلك الخزانة؟ إنها الدنيا انظر إلى عظمتها وانظر إلى استغلالنا لها أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة وأما عن الفراش الوثير فهو الغفلة وأما عن الطعام والشراب فهي الشهوات والآن أخي صياد السمك وأنت المقصود قارئ القصة أما أنا لك أن تستيقظ من نومك وتترك الفراش الوثير وتجمع الجواهر الموجودة بين يديك قبل أن تنتهي تلك المدة الممنوحة لك وهي عمرك فتتحسر وأنت تخرج من الدنيا قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون